نطلع نشوف تقرير عن محمد يوسف المدير الفن نادي الأهلي نشوف قال ايه عن مباراة تقبل بقى ضيفنا الكريم الكابتن كبير الكابتن صديق صديق الجمع السلام عليكم معاكم كل مشاهدة من طبيع قناة الأهلي في كل مكان عقب انتهاء مران فريق قناة الأهلي استاد برج العرب استعداداً لدور 32 الاهلي وجيمة بطل أسيوبيا ينضميلي في هذه اللحظات الكابتن محمد يوسف المدير الفني يا كابتن يوسف ان شاء الله طبعاً تكونوا مفقين في هذه المباراة انطلاقة بإذن الله تريحنا في مباراة العودة 180 ديئة بإذن الله يكونوا مناصبنا حطينا في الأجواء التركيز الأمر ومشاهدة كابتن يوسف مع فريق النادي الأهلي يعني بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله جينام بارح يعني كان عندي إصرار ان احنا نيجي يوم بادري على أساس لعيبات رأيح عندنا ضغط مباراة بنقل المباراة لستاد برج العرب ففضلنا ان احنا نيجي ليلة بادري ودي عملت يوم ركافري كويس لنا مركزين طبعاً عندنا مباراة بقول ان بطولة أفريقيا طالما بتشتغل مباراة سهاب وعودة لازم التركيزي بقى عالي جداً كل مباراة لنا لازم يبقى التركيز عالي لكن بطولة أفريقيا لازم نكون مركزين عشان المفاجآت لازم نكون مركزين لما يكونش متوفر ليك معلومات كتيرة لكن الحمد لله معنا 16 لاعب جاهزين رجالة كلهم إصرار ان شاء الله ان احنا نعمل نتيجة طيبة في مباراة الزهاب بكرا ان شاء الله وبقرر تاني دايما المباراة الزهاب والعودة بتنتيب نهاية الصفارة بتاعت المباراة التانية فمهم جداً ان المية والتاسعين دي اللي على ملعبنا نعمل نتيجة إيجابية بقى نركزين ندي انطبع كويس نلعب أداء كويس عشان دي هتفرق معنا في مباراة العودة وهتفرق معنا كمان في المرحلة اللي احنا شغالين فيها لازم كل مباراة بنرجع سكات جمهورنا فينا بنرجع سكاتنا في نفسينا بنلاعيبة بتحفظ شغلة أكتر فانا تمنى ان شاء الله ان بكرا نكون موفقين ان شاء الله مرحلة مليئة بالتحديات لكابتن يوسف ويمكن التحدي الأكبر من 16 لاعب معنا يمكن دي زروب بتمر على فريق النادي الأهلي لكن ده بيخلق دوافع كبير اللعيبة بينعكس عليهم في محاضراتك الفنية وفي محاضراتك التحفزية كلمت مع اللعيبة ازاي في الأمر ده كابتن يوسف احنا دايما بنتكلم فيه تركيز بنتكلم فيه إصرار ما بنتكلمش في عدد خلي بالك النادي الأهلي ولا حتى البطولات مش بالعدد ممكن يبقى معك 16 بس 16 مركزين و16 عندهم إصرار 16 عندهم روح عالية قوي الموضوع مش بالعدد فانا بالنسبة لي 16 لاعب الظروف حكمت علينا كده نتيجة كدنا 23 لاعب في القايمة الأولية أو قايمة أفريقيا وبالتالي وجود بعض الإصابات آخرها ساعة السمير خسرنا في مباراة الجيش فبالتالي لجأنا أو بقى معنا 16 لاعب لكن إن شاء الله أنا مستبشر خير وفي نفس الوقت سقطنا فيهم كلهم إن شاء الله في محلها هو زي ما بقول إحنا بنلعب على الفوز بنلعب على أداء يرضي جماهرنا والأداء بيجي بالنتيجة فأنا تمنا إن شاء الله بقي هناك قراءات مستمرة للفريق الجيمال الأسيوبي سواء من محاضرات فيديو للاعب ولكن بيتميزوا بإيه عندهم عناصر سريعة عندهم خط إضاري كويس يعني من قراءتك كدة كابتلووز بنزوا أول ما يميزهم متجنب البدني مدار المباراتين اللي يعبوهم يمكن جبنا فيديو لمباراة والأخرى شافها كابتن عادل مصطفى الجانب البدني عندهم مميز فبيقدوا يعني على مدار 90 دقيقة عندهم بعض الصغرات عندهم رأس حربة مميز لكن في النهاية احنا بنشتغل على النقاط الضعف اللي عندهم ودي مهمة جدا ان احنا نقدر نستغلها وبنلعب في ملعبنا وطبعا بالنسبة للجانب الهجومي بتاعهم دي التعليمات طبعا لخط الظهر بتاعنا ونتكلم معهم كمان اكتر النهاردة لازم نهتم جدا بالمرأبة في الثمانتاشر عندهم رأس حربة مميز وان شاء الله نطلع بنتجة كويسة شكرا عمد يوسفر المدير الفاني فريق النادي الاهلي بإذن الله ان شاء الله تكون بداية موفقة لفريق النادي الاهلي نتيجة مباراة الزهاب تريحنا بإذن الله في مباراة العودة في تلاحم مباراة كبير جدا ويمكن كمان مباراة العودة هبقى لها ظروف خاصة عقب مباراة النجوم النادي الاهلي هتوجه مباشرة إلى أسيوبيا هتكون رحلة صعبة شوية على فريق النادي الاهلي لكن بإذن الله ثقتنا كبيرة في كل العيب النادي الاهلي هنا تكون مباراة من نصبنا وأيضا كمان التسعين ديئة الأخرى في أسيوبيا تكون من نصبنا جمهور النادي الاهلي علي عمل كبير جدا بكرة بإذن الله ان شاء الله بإذن الله ستات برج العرب يتزين بجمهور النادي الاهلي سند كالعادة ودعم كالعادة لكل فريق النادي الاهلي اشتركوا في القناة